It's a benign tumor of adipose tissue محدش يقول of fat Fat is a product تمام؟ لكن الليبومة دي عبارة عن طلعة من fat cells يبقى دي طلعة يا ايما من adipose tissue او اقول fat cells محدش يقول انه هو tumor of lipids لا lipids ده ده product خلاص ديت برضو بتيجي موصلي عند السن الاربعين ايه الاماكن اللي فيها fat cells في الoral cavity عندي cheek micosa عندي buccal bad of fat anterior part of the palate لانه بيبقى fatty zone فدي الاماكن اللي ممكن يظهر عندي lipids صعب ان يحصل او مفيش fat cells في الطنج فلما يجي لي swelling في الطنج ما ينفعش احط من differential diagnosis بتاعي lipids خلاص لان ده مش مكان طبيعي للfat cells انها تبقى موجود الباكال ميكوزة والباكال فيستبيول دول المست كومن سايت بتبقى سيسايل سموز سورفس بيبقى ممكن يكون او سلايتلي يلوش ان كالر اسيمتوماتيك التومر بتاعي بيبقى والسر كامسكرايب يعني وال انكافسوليتد وبيبقى حوالي بيبقى عبارة عن السلز بتاعتي بتبقى بوليهيدرال او بوليجونال انشيب تبا وبتبقى مليانة fat cells طيب الخلايا بتاعتي بيبقى شكلها بالمنظر ده السيتو بلازم بتاعي بيبقى مليان fat طبعا وانا بحضر السلايد اتفقنا ان الفات ده بيدوب او كل ما هو lipids بيدوب وبالتالي هيسيبلي فراغ والنيوكليس بتاعتي بتبقى eccentricly placed بتبقى pushed to one side of the cell membrane فمديها شكل مميز اوي بنسميه signet ring appearance كأن شبه الخاتم ابو فاص خلاص فدي اللايفوما بتاعتنا وبكده نبقى خلصنا اللاكتور بتاعتنا thank you